بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المتابعين والمتابعات مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد على قناة هيبا بريس ونحن ما زلنا مع هذه الحلقات الرمضانية المباركة ونتحدث عن المنافسة في الخير والتسابق إلى الخير خصوصا ونحن في شهر الخير ونحن في شهر المسابقة والمسارعة إلى أبواب الجنة قال الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا وفي آية أخرى سابقوا أن تكون هناك مسارعة مسابقة منافسة كما في آية أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا رأينا الناس اليوم يتنافسون ويتسابقون يتسابقون في ماذا؟ يتسابقون في أمور مؤقتة يعني نتيجتها محدودة يتسابقون في الجري يتسابقون في الكرة يتسابقون في أمور البنيان ويتسابقون في أمور العقارات ويتسابقون في أمور السيارات وغيرها هذه يعني نتائجها محدودة لكن المسابقة التي نتحدث عنها الآن مسابقة من نوع خاص منافسة من نوع خاص منافسة أثرها بعيد أثرها بعيد ولا ينقضي إنها المنافسة من الأول سيصل إلى خط الوصول من الأول الذي سيدخل إلى الجنة من الأول الذي سيدخل إلى باب الريان من الأول الذي سيكون في مقدمة الصفوف الأولى دخولا إلى الرحمة دخولا إلى الجنة دخولا إلى باب الريان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه كان جالسا مع أصحابه فقال من أصبح منكم صائما من أصبح منكم اليوم صائما سكت الصحابة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال من أنفق منكم اليوم زوجين في سبيل الله أي شيئين في سبيل الله خبز وتمر أو خبز ولحم من أنفق زوجين في سبيل الله سكت الصحابة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال من زار منكم اليوم مريضا فسكت القوم فقال أبو بكر أنا يا رسول الله وهكذا كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التي فيها مسابقة إلى الخير ويسألهم ليستحث هممهم ويجدد فيهم النية والعزم والإصرار والمسابقة والمساوقة يعني التسابق إلى الخير فكلما سأل سؤالا يجيب أبو بكر أنا فلا غرابة أن تجد أبو بكر رضي الله عنه أول الداخلين إلى الجنة ولا غرابة أن تجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمه مكتوب في أبواب الجنة الثمانية كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من أصحابه إن أبواب الجنة ثمانية أهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة أهل الصيام يدخلون من باب الرياب أهل صلاة الرحيم يدخلون من باب صلاة الرحيم وهكذا حدد أسماء لهذه الأبواب الثمانية وكل باب يدخل منه أصحابه وأهله فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد من بأس لو دخل من هذه الأبواب كلها أي يجد اسمه في هذه الأبواب الثمانية كلها قال نعم أرجو ذلك وأنت منهم وأنت منهم يا أبا بكر أنت من هؤلاء الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية لأنه كان يتنافس في الخير مرة النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة يحث أصحابه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله كانت الظرفية محتاجة إلى مال كثير عند ذلك فكر عمر قال اليوم سأسبق أبا بكر انظر إلى المسابقة انظر إلى المنافسة قال اليوم سأسبق أبا بكر ذهب إلى بيته وجمع كل ماله وقسمه نصفين قال هذا النصف يكفيني أنا وأهلي وهذا النصف أتصدق به في سبيل الله كل ما يملك رأس المال كله قسمه نصفين وجاء بمال كثير وجاء بمال كثير وقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الظهر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الظهر يعني إن كتب لي أن أسبقه في يوم الأيام فاليوم سأسبقه جاء عمر فوضع صدقته أمام رسول الله وكانت كثيرة فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وصرورا بهذه المسابقة إلى الخير ثم جاء بعده أبو بكر تدرون بماذا جاء أبو بكر جاء بماله كله جاء بكل ما يملك يعني لم يترك درهما ولا دنارا في بيته سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم مثله أي مثل هذا الذي جئت به وسأل أبو بكر فقال يا أبو بكر يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله أي تركت لهم يقينهم وإيمانهم بالله ورسوله أن الله لن يضيعهم وأن الله لن يتخلى عنهم هذا هو اليقين وهذه المسابقة في الخير عندها قال عمر لم أسبق أبا بكر أبدا إذن كانوا يتسابقون في الخير يتسابقون سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عاضها السماوات والأرض كانوا يتسابقون إلى الجنة وإلى الأعمال التي تدخلهم إلى الجنة فهكذا ينبغي أن تسابق في رمضان أينا سيختم الأول هل سيختم الولاد أم البنت أم الزوج أم الزوجة أينا سيختم عدد الختمات أكثر من القرآن في رمضان أينا سيصوم بعد رمضان أياما كثيرة أينا يتصدق أكثر من ماله ولو كان قليلا أينا سيكون أكثر جلوسا للذكر أينا سيجلس أكثر لتلك الجلسات بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس النبي صاصم أخبر أن من جلس في مجلسه الذي صلى فيه الصبح حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين الشرق كتبت له عمره وفي رواية حجة وعمره تامتين 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 أجر عظيم أينا يتسابق إلى مثل هذه الجلسات الإيمانية جلسات الذكرى جلسات القراءة جلسات تلاوة القرآن هكذا ينبغي أن نتنافس وأن نجعل شهر رمضان شهرا للمنافسة في الخير نسأل الله تعالى أن يجعل نوائيكم من المتنافسين على أبواب الجنة الثمانية آمين والحمد لله رب العالمين قبل أن ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا أن تابنوا في الاشياء في يوتيوب وتشاركوا فيديو مواقعات الوصول الشمائي لا تنسوا أن تقوموا في الاشياء لا تنسوا أن تضغطوا الجرس لكي يصلكم جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر